الخبر الاول اللي عادنا عن الرد المنتظر من بيسان اسماعيل على محمد جواني فبعد ما جواني طلب من بيسان انه تطلع وتعتذر من عنده بالسوشال ميديا على مدى ما ينزل الفضيحة فكنا جدد انتظر رد بيسان اسماعيل فبيسان ردت بقناتها وفعليا بهذا المقطع الاخير فلو تدخلون على المقطع وتنزلون على التعليقات لح تلقون انه بيسان مثبت تعليق طبعا بيسان شكلها هي داخلة من حساب ثاني وكتبة التعليق وثبتت نفسها واللي ردت بيه على جواني فعليا المهم خلينا نقرأ لكم التعليق يا جمعة بيسان ما اعتذرت من جواني مثل ما حكب استورياته طبعا هي تقصد جواني لما نزل استوري قال انه هي اعتذرت مني بالخاص ولكن اريدت اعتذر بالعام يلا سامح هو كذاب سألت على الخاص وقالوا لي اذا صادق عليه ينشر رسالتها اذا اعتذرت اوك اذا هي اعتذرت على الخاص فمن السهل جدا انه ترجع تحذف الرسالة يخرب بيته شو كذاب ومن كثر كذبه وشو اسود كلها للضجة اللي عملها مشان يجيب مشاهدات على اخر اغنية نزلها من الواضح انه بيسان نوعا ما تتعلن الحرب على محمد اجواني ونوعا ما تقول له انه اذا تريد عندك فضيحة انشرها ما عندي فضيحة عليكم انكتبونا بالكومنتات شنو رأيكم بهذا الخبر الخبر الثاني اللي عادنا عن نور ستار واعلانها عن البروموال اغنيتها الجديدة بعنوان بلوك فالنور نزلت على حسابها بالانستجرام اللي بروموال الاغنية او جزء من الاغنية وفعلا واو صراحة شوفوا بنفسكم ما تزعل شي من البلوك عرفة انك قالك شوف حتى لو غيرت اسمك او غيرت طب هاد الاغنية هتنزل بعام 2020-24 شهر العاشر على قناتها باليوتيوب فكلكم روحوا حاليا اشتركوا بقناتها وفعلوا الجرس وانتظروا الاغنية بفارغ الصبر ولا تنسوا تكتبونا بالكومنتات شو رأيكم بالبرومو اللي سمعتوه الخبر الثالث اللي عادنا عن تهجم برهم المعراوي على نور مار للمرة ثانية او نقدر نقول تهجمه على فانزات نور مار فبرهم نزل على حسابه بالانستجرام شوية ستوريات كان معصف فيها من فانزات نور مار لانهم سكروا حساب شخص اسمه خشم واللي هو فانز البرهم وصدر يقول عليه عيب عليكم تسوون هذا الشيء رأطيكم السورية شوفوها يعني فانزات نور مار والله مو طبيعي اللي عم تعملوه بشرفي عيب يعني ليش عم بتروحوا بتطيروا حسابات الناس وحسابات عيب عليكم يا اخي والله عيب خلص يعني نحنا بنطلع منمزح ومنقفل وادا بس نحنا ما منسي لحدا وما منسب لحدا وما منضر حدا بتروحوا بتطيروله وحسابه للزلمة والله عيب عليكم يعني خلص ما ليش نحنا نحنا كفانزات نحنا فانزاتنا ما بيعملوا هالعمل لما مسلا بدنا نقفلها حدا ما منروح منطير لكون حسابات كل وما بنعمل حملات ليش هيك انتوا ما عم بفهم والله ما بصير عيب والله عيب اوكي صراحة ما ادري اذا هو فعلا هم اللي سكروا وحساب خشم على كل انكتبونا بالكومنتاج شو رأيكم بردة فعل برهم وحشي على الجلادين الخبر الرابع اللي عادنا عن نور مار وليش هو معصب بسبب البنت الروسية اللي كانت وياه بالفيديو كليب لانه المتابعين صاروا ينشرون حساباتها بكل مواقع التواصل الاجتماعي وصار عدا هواية متابعين على ظهر نور مار فنور نزل على حسابه بالانستجرام شوية استوريات يشرح بيها ويطلب بيها من التجلادين انه بعد ما ينشرون حسابات هذه البنت شوفوا الاستوريات عم تفتهمون اكثر للذين انا شايف ناس عبلوا حساب البنت وبروحوا بنشروها وبروحوا بدعموها وهيك لا يا جماعة هي البنت كانت مأجورة اجت صورت معي بالكليب وهي شغلت اغدت مصراتها وراحت فليش نحن نشره ونزد له متابعين وهيك فلاحد ينشره ولاحد يشهره ولاحد يحطع تيكتوب ولاحد يفرجي صوت له انا ما ليفهمان ليش البنت صايرة زايدة خيرات الله الكل عب بنشره اكتر ما ينشرولي تخيلوا ليش يا جماعة ليش ايش راح تسفادوا ليش عارت زودوهم متابعين شاء الله خلينا بالمهم اي واحد شوف فيديو على تيكتوك لتيكتوكر ما لو عمل عغنيت بسرعة يكتوب وبالتعليقات عمل عغنيت نور بارت جديدة فيه اسرعة من هيك الكل هيك شوف اي واحد بزل فيديو على تيكتوك تعليقاته كله عمل عغنيت نور بارت وبسوة الله اللي هنا وصل الناهات المقطع اتمنى مقطع ايجابكم لا تنسوا تحطون لك وتشتركوا بالقناة اشتركوا في القناة ومع السلامة